السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سأتحدث معكم عن كريم فرد الشعر صفت اندي بيوتوف وأقول لكم تجربتي معي الفرد استخدمته على شعري بقالي حوالي 11 شهر بالضبط صراحة انا كنت مقال لها شوي الموضوع ان انا احط حاجة لشعر كنت اقول موارف هتعمل فرد او احط اي مواد على شعري الحمد لله شعري كان يعني كويس نوعا ما بس كان من نوع يعني بينشف بينشف بسرعة فطبعا كنت اعايز حاجة كويسة وكده فسألت كذا حد وشفت كم فيديو على اليوتيوب المهم وصلت للكريم الفرد ده صفت اندي بيوتوفل جبته بصراحة مستخدمته حسيته كويس نوعا ما بالنسبة لسعر ويعني انا كنت جايبا يومها يعني ما اتعداش المتين جينيه ما اتعداش المتين جينيه وطبعا هو برضو قال لكم حاجة عشان تبقوا عارفين في منه مصر يعني مستورد وفي منه اللي هو التقليد اللي بتعمل هنا المستورد بتلاقي العلبة فيها ورقة كبيرة كده مكتوب فيها الخطوات اللي انت المفوت بتمشي عليها بتبقى كلها بالانجليزي مفيش فيها ولا كلمة عربي خالص لو لقيتها مكتوبة بالعربة او في اي حاجة عربي عرف ان هو مش الاصلي المهم انا جبته استخدمته كنت حاسة نتيجة كويسة يعني نوعا ما مرضية مفيش اي مشكلة خالص بعد ما استخدمته يعني هو برضو مش هديك النتيجة المطلوبة اللي هو شعرك بقى اللي هو حرير ونعم لا بصراحة مش هديك النتيجة دي ابدا بس كويس يعني بالنسبة لاضراره فهو نوعا ما وبالنسبة لسعره يعني بتحسيه برطة بشعر شوية بيعني انعمه شوية بس يعني كويس عادي كويس بدي نتيجة كويسة نوعا ما بعد ما استخدمته خلاص يعني معنا ما اظن ما شهرين او ثلاث شهور بكتير وبتحسي خلاص شعرك برجع لطبيعته فيش اي حاجة بس المشكلة الصراحة اللي انا عايزة اقولها ويمكن مش هتسمعها من الناس كتير انا بعد ما استخدمته حاليا دلوقتي انا حسة بتغيير في شعري اه للأسوأ طبعا مش عارفة اذا كان ده بسبب الكريم الفرد ده ولا ايه لكن حسيت بالشعر بقى بدأ يظهر في الشعر هيشان اه بقى جاف بيتشوف بسرعة وما كانش كده ابدا فبصراحة انا مش عارفة ده سبب ان هو الكريم الفرد ده ولا ايه بس الصراحة انا بنصح بلاش نستخدم الحاجات دي لشعرنا بصراحة مضيرة اه في حاجات اه في حاجات اه في حاجات طبيعية ممكن تستخدمي انا والله العظيم بجد عملت وصفتي اه كان موصفة كده بس وصفات طبيعية بصراحة يعني من البيت بعده شفتها على اليوتيوب اه كنت استخدمت اه اه زيت زيتون ومش عارفة وزاباد وصفار من حاجات زي كده الحاجات طبيعية بصراحة نتيجتها تبقى حلوة قوي 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 وبترطب الشعر جدا فبصراحة بانصح تبعد عن الحاجات فيها حاجات كيميائية كتير دي بلاش منها اه نصيح اعملوا وصفات فيه وصفات حلوة قوي قوي من عند العطار وصفات من البيت حاجات زي دي متشفة ثالث تبقى احسن وقفد لشعر لكن الصراحة لو عايزين بقى مضطارين او عايزين هو كويس نوعا ما بالنسبة لسعره بالنسبة للاعراضه منتي اه فيه اعراض بتبقى وحشة جدا فيه كلمات بتجيب يعني تجا وحشة جدا بعد كده شعر بيقع معرفش ايه الاسوأ فيها يا شان على طول فيه خشونة مش عارف ايه فمش عارف يعني دي تجربتي معايا وانا حبيت اقول لكم الصراحة اقول لك انا يعني كل حاجة بالتفصيل فياربي الفيديو بتاع النهار دي يكون اعجابكم وتكونوا استفدتم منه شكرا اشتركوا في القناة